أستاذ مينا أندراوس المدير التنفيذي لشركة بيترهاوس ونائب رئيس مجلس الإدارة أهلا بك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ مينا أول حاجة عايز أسألك لأن أنت مسؤول عن التسويق ودي مسألة مهمة جدا بالنسبة لي أنا كعميل يعني أنا دلوقتي لو معاه مبلغ وعايز أستثمره هل الفيدالة ده مشروع مناسب للاستثمار؟ أفضل مشروع مناسب للاستثمار لأن إحنا من البداية وإحنا مجينا عملنا المشروع دوت عملنا مش إن إحنا نكسب بس إن أنا أكسب والعميل كمان يكسب عشان كده حققنا فيها فكار فكرة الشراكة إزاي أشارك العميل فبدأنا إن إحنا مجرد بس إن إنت بتحطه مؤدم أنا بدي لك عائد عليه بيصل لـ 20% من قيمة المؤدم أن إنت دفعته كأنه ربح بيأخده تمام على الفلوس اللي هو بقى ده قبل ما يستلم؟ ده قبل ما يستلم ياه؟ لكن بعد استلم كان فيه برامج أخرى آه يعني هنا أي حد بيتعاقد معنا إحنا بندر له وحدته يعني أنتوا عندكم هنا مثلا الجامعة ورانا هي جامعة الجلالة بالزبط أنا عايز أقول لكم إن إحنا عاملين عرض والعرض ده هو شير قوي ما بيننا وما بين طلبة الجلالة إيه هو العرض بقى؟ إحنا قررنا أي حد هيتعاقد معنا في مشروع فيدالة هندفعله كل المصاريف أي أن كان عدد السنين هندفعله فعلا كل المصاريف سواء كان بقى أربع سنين خمس سنين بس ما مندفعش اللي بيعيده إحنا نجحين أي حتة في الدنيا أنا بدفع مقدم عمري ما كنت بأخد عليه فلوس لا تفضع لفلوس لفكرة جميلة ده مش بس كده ده إحنا عندنا عروض خاصة جدا لعامل الجاية ديت إن العميل هيشتري وحدته متأجرة لمدة ثلاث سنين طبع أنت مأجرها له إزاي؟ لازم يكون من أول ما يستلم ويفرش من أول ما يستلم تمام إحنا بنبقى لو هو عايز يفرش أوكي لو عايز إحنا بنجيب له شركات متخصصة في الفرش بيفرشوله وإحنا بنجرها له بنجرها له عقد الإجار هياخده منذ التعاقد إيه الفاسيليتز أو التسهيلات اللي بتقدموها للناس علشان تتغلب على المطب الاقتصادي أنا النهاردة كعميل بفاكرة أحط فلوسي في أفضل شيء فأنا بحطه في العقار وأفضل شيء في العقار هو الشيء الاستثماري اللي بيطلع لي عائد علشان ما يبقاش قيمة الواحدة بتزيد آه بتحافظ على التضخم نفس الوقت كمان بتخش في استثمار فهيبقى مفيد لي مفيد لي ومفيد للدولة كمان إن هي بتخش في عملية استثمارية كله بيشتغل وكله بيكسب فأنا بنصح أي حد عايز يحافظ على فلوسه إن هو يحط فلوسه في عقار آمن زي مثلا إن إحنا بنتكلم عليه ما ننتي الجلال العالمية زي مشروع في ديلا تعال أكلمك بقى على اللي جاي يفصل كده يومين ياخد ويك أنت هل فيه إمكانيات ترفيهية موجودة في المكان هل أنت عامل له مول هل عامل له محلات يشتري عامل له أماكن يتفسح إحنا نتكلم على مدينة عالمية نتكلم إن إحنا فوق سطح البحر بحوالي 750 متر فأنا مش هشرح الحتة دي تأكيد كتير ناس شروحون لكن أنا عايز أقول لحضرتك الجو والجمال الطبيعة هنا مختلف خالص إحنا هنا بنين على تقريبا 17 وقصور في المية يعني حوالي حاجة وتمانين في المية من المساحة دي لاندس كيب وبحيرات استغلناها إزاي عملنا مثلا منطقة بحر صناعي بحر صناعي كامل بموق صناعي وعملنا كمان بسينات على أعلى مستوى عملنا مناطق طرفهية زي مثلا غابة غابة كاملة صناعية محمية طبيعية إحنا قدرنا يعني نحاكي الطبيعة وحطينا فيها بعض الحيوانات الأليفة واستخدمنا فيها بعض النباتات الندرة بالضبط وبعض الصبرات اللي مش موجودة في العالم اللي الناس هتيجي تقصدها كل الحيوانات موجودة لها في كتزئرية في حضنات في مدارس في كل حاجة قدرنا نوفرها إن هنا يبقى مجتمع كامل ومجتمع مليان بالفاصيلتز اللي مش موجودة أصلا في مصر أنا ملاحظ كمان إنه المكان قريب قوي من الداون تاون بتاع مدينة الجلالة يعني أنا ممكن خطوطين بالعربية ألاقي إمكانيات تانية برضو يمكن نبقى مثلا حوالي خمسوية متر تقريبا مفيش حدا على رجلينة بقى طبعا أو بالعجلة هنا طرق العجلة إحنا هنا بنكلم على مدينة عالمية بجد مش موجودة مش موجودة في أنا عرفت إنه تعمل تليفريك كمان في تليفريك أنا نهارده عايز أستخدم البحر الطبيعي البحر الحقيقي تمام أنا عندي أكسس تحت على البحر بقدر أستخدم التليفريك بيبقى فيه شتراك لكل حد هنا ساكن يبقى ليه شتراك بقدر ينزل ويطلع أوه ما يدفعش كل مرة يعني لا 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 ليه شتراك سنوي